اشتركوا في القناة ذات الطابع الخدمي هذا وأشهدت معالي رئيسة مجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله لتطوير المشاريع الخدماتية في كافة محافظات البلاد لخدمة الوطني والمواطنين وبما يعزز المسيرة التنموية الشاملة معربة عن بلغ الشكر والتقدير لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله ومتابعة سموه المستمرة لتجشين المشاريع الحيوية تحقيقا للرؤى الملكية السامية وتنفيذا لبرامج الحكومة وثمنت زينة لحرص وزارة الأشغال وأشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إنشاء المشاريع الخدماتية والحدائق والمرافق العامة من خلال زيادة المشاريع التجميلية والترفيهية في مختلف المناطق بما ينسجم مع تطلعات ومتطلبات الأهالي من جهتي أكد سموه محافظة المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على رصد جميع احتياجات الأهالي في مختلف المجالات من خلال الزيارات الميدانية والعمل على تنفيذ المشاريع بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في إطار تحقيق المسيرة التنموية الشاملة موضحا أن المحافظة الجنوبية تعتمد على منهج قائم على التواصل والشراكة الوطنية بدوره قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة حرصت على توسيع الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد منها من خلال زيادة المشاريع التجميلية والترفيهية في مختلف مناطق البحرين اشتركوا في القناة